هذا تكلمنا فيه في السابق مران وتكرارا وقلنا إن الجهاد ينقسم عند الفقاء إلى نوعين جهاد دفع وجهاد طلب جهاد دفع هو دفع الصائل مثل الجهاد وهو الآن موجود في بلادنا ودفع الباغي ودفع المستبد ودفع أولئي المجمين ودفع المرتزقة هذا يجب على كل قادر ولا يحتاج إلى إذن من أحد وخصوصا إذا أعلن النفير العام فلا يحتاج إلى إذن لا من والدي ولا من غيدي كل قادر يجب عليه أن يهب والجهاد يعني ما يدينه كثير هناك من يقدر على القتال بالسلاح وهناك من يقدر على طبخ الطعام وإعداده وهناك من يقدر على دفع المال وهناك من يقدر على خدمة الجبهات ودعمها والتنسيق بينها كل ذلك يدخل في باب الجهاد الله تعالى يقول وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ فالناس عليهم أن يتخلصوا من السلبية هذا الذي طلبته في أول هذه الحلقة من أهل المصراتة وأطلبهم من كل الناس في كل مدن عليهم أن يتخلصوا من السلبية ولا يجوز لها أن يقفوا في المكان الظل ويضع يد هنا ويد هناك ولا يدي من ينتصر من كذا بحيث يأمل لنفسه جانبا هذا حرام لا يجوز هذا تخلي عن نصرة الحق نصرة الحق واجبة الله تعالى يقول يا أيها الذين متقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين لا تكونوا مذبذبين أن تقف أنت في منطقة الظل ومنطقة رمادية لتترقب وترى من الذي يغلب هذا موقعا منافقين ما يفعل هذا إلا المنافق منافق هو هذا مكانه لكن المؤمن الصادق المحب لله ولرسوله والحريص على بلدي والحريص على وطني والذي يريد أن يؤسس بلدا ويحمي ويؤمن لأولاده ولأحفاده بلدا مستقرا آميا يزدهر فيها العلم وتزدهر فيها الخدمات ويتمتع فيها الناس بحقوقهم هذا يحتاج مننا إلى تضحيات وأن نتخلص من هذه المنطقة الرمادية وأن نتخلص من السلبية ولابد أن نكون بقوة مع أهل الحق ونكترى سوادهم ولا يجد التخلي عنهم